بعد يومين من النقاشات المثمرة التي تمحورت حول موضوع تدبير الماء في عهد دولة العلوية الشريفة اختتمت أعمال الدورة السابعة والعشرين لجامعة مولاي علي الشريف بيريساني والتي شهدت مشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والمؤرخين المرموقين قضية الماء هي مطروحة على الصعيد العالمي ليس فقط المغرب والذي يعانيها ولكن جميع البلاد ولذلك لابد من الانتباه إلى ترشيد هذه النعمة التي أنعم بها الله علينا وليبتكار طرق جديدة للحصول عليها ومن خلال اختتام هذه الدورة التي نظمت تحت رعاية السامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس تم تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تتطلع به جامعة مولاي علي الشريف كمنارة ثقافية تسهم في صون التراث الثاريخي والثقافي للمملكة بمختلف أبعاده المغرب يعني هو له دور فعال جدا على المستوى كما قلت انخراط يعني في كل ما يتعلق بقضايا التغيرات المناخية وكذلك الماء ونستحضر هنا حضور أيضا المملكة المغربية في المنتدى العالمي للماء وكذلك جائزة الحسن الثاني التي تمنح على هام شهاد المنتدى العالمي الهام هذا وأشهد الحاضرون بأهمية موضوع هذه الدورة معتبرين أنه يتطلب مزيدا من البحث العميق وتبدل الرؤى والجهود المشتركة بين جميع الأطراف المعنية من أجل ضمان الحفاظ على هذا المورد الحيوي وترشيد استخدمه بطرق مستدامة اشتركوا في القناة